الأمن الغذائي حقيقة أصاب وزارتنا بخيمة أمل كبيرة يعني البرلمان للأسف لم يضع في ضمن أولوياته موضوع تأمين الأمن المائي لأن الأمن الغذائي هو مرتبط بشكل أساسي بموضوع الأمن المائي والكل يلاحظ موضوع الشحة وموضوع التغيرات المناخية كنا نأمل من اللجنة المالية والبرلمان الموقر أن يتم تخصيص مبالغ تلبي مطلبات هذه المرحلة الصعبة ولكن للأسف ما حصلنا عليه هو مبلغ زهيد جدا لا يلبي عشر مطلبات وزارة الموارد المائية ولا نعلم كيف تم اعتماد مثل هذه المبالغ الزهيدة ولكن البرلمان لم يكن موفقا في تأمين التخصيصات الخاصة بمعالجة الأزمة المائية